موسيقى موسيقى مرحبا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة والذي نسلط الضوء فيه على مجموعة من الأخبار والعناوين الواردة في الصحافة اليمنية والعربية من موقع التغيير نت نبدأ جولة الصحافة اليمنية ونطالع في عنوينه الرئيس هادي يصدر قرارات جمهورية من بينها قرار بتعيين قائد المنطقة العسكرية الثانية وفي أشياءنا السياسي ولد الشيخ يحذر من الاستمرار في خيار الحرب وفي ذات السياق الوفد الحكومي يقدم لولد الشيخ رسالة احتجاج وشكوى حول خروقات الميليشيا ومن العناوين إلى التفاصيل ويقول الموقع في خبر الكشف عن خلية حوثية في عدن كانت تنوي القيام بأعمال إرهابية كشف وزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب أنهم تمكنوا من ضبط مجموعات من أفراد ميليشيا في عدد من المدن المحررة تستعد للقيام بأعمال إرهابية في تلك المدن مستغلة رغبة الحكومة في المضي قدما لتحقيق السلام المبني على مخرجات القرارات الدولية وأكد وزير الداخلية أثناء حديثه للشرق الأوسط أن الجهات الأمنية ضبطت عددا من أفراد ميليشيا في عدن وهم من الخلايا النائمة التي زرعتها الميليشيا وكشفت التحقيقات مع المقبوض عليهم في عدن عن عزمهم القيام بأعمال إرهابية بحسب اعترافاتهم والتي أشارت إلى أن هناك جهة رسمية تديرهم من صنعاء بحسب أجندة محددة لضرب أهداف الدولة ولفت اللواء الركن حسين عرب إلى أن الأجهزة الأمنية لديها معلومات مؤكدة عن تحرك الحسيين في هذا الجانب وما هي أهدافهم والأعمال المراد تمفيذها في الفترة المقبلة موضحا أن هناك ضباطا من الوحدات الخاصة موجودة في هذه العناصر الإرهابية وننتقل بكم مشاهدينا إلى موقع المصدر أونلاين ونطالع فيه التطورات الأخيرة بشأن مشاورات الكويت ولد الشيخ المفاوضات بين طرفي الصراع باليمن أمامها أيام صعبة وفي موضوع متصل سفراء الدول الخمس يطالبون وفد الإنقلابيين بعدم مغادرة الكويت كما عنونا الموقع إنجاز التوقيع على جدوى الأعمال المشاورات اليمنية في الكويت وعلى المستوى الميداني ركز الموقع على مقتل المسؤول المالي للتنظيم القاعدة في أبيان في غارة لطائرة بدون طيار ويقول الخبر قالت مصادر محلية للمصدر أونلاين إن أحد القيادات بتنظيم القاعدة قتل وثلاثة من مرافقه في غارة لطائرة بدون طيار بمحافظة أبيان جنوب اليمن وأضافت المصادر أن الطائرة استهدفت سيارة يستقلها القيادة في القاعدة حسام الزنجباري بحي عمودية في مدينة زنجبار عاصمة المحافظة أثناء قدومها من مدينة جعار التي يسيطر عليها مسلح التنظيم منذ ديسمبر الماضي وبحسب المعلومات التي حصل عليها المصدر أونلاين أن الزنجباري هو المسؤول المالي للتنظيم بمحافظة أبيان وكان مقربا من زعيمه جلال بلعيدي الذي قتل في غارة قبل عدة أشهر في منطقة المراقشة بأبيان هناك دوما أمل تحت هذا العنوان كتب عضو وفد الحكومة المشارك في مشاورات الكويت عبد العزيز جباري مقالا نشره موقع المصدر أونلاين ويقول جباري على الرغم من مرور أسبوع كاملا منذ بدء مشاورات الكويت دون حدوث أي تقدم في مناقشة القضايا الأساسية كالانسحاب وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة إلا أن الفرصة لا تزال سانحة لتحقيق تقدم واختراقات حقيقية في جدار العملية التشاورية وهناك بوادر مشجعة ورغبة مشتركة نتمنى أن تثمر وتترجم إلى اتفاق سلام شامل وعادل يضمن عودة الدولة ومؤسساتها المختلفة للعمل بشكل طبيعي وقانوني باعتبارها الضامن الحقيقي والوحيد لكافة شرائح ومكونات المجتمع علينا جميعا أن نعمل بكل جهد على عدم تفويت الفرصة المتاحة والتي قد تكون لا سمح الله لأخيرة علينا أن نستفيد من جهود الأشقاء والمجتمع الدولي الذين يقفان إلى جانب اليمنيين جميعا في تحقيق السلام وإعادة الإعمار والتنمية إن التحديات التي تواجه عملية تحقيق السلام في اليمن تفرض على الجميع مسؤوليات كبيرة لا شك أن الإعلام يتحمل جزءا مهما منها فالمرحلة بحاجة إلى إعلام مسؤول يعمل على تقريب وجهات النظر وتجزيع الجوانب الإيجابية التي تجمع أكثر مما تفرق والابتعاد عن إثارة الجوانب السلبية التي لا يستفيد منها أحد وتطال أضرارها الجميع دون استثناء فما يحدث داخل الاجتماعات ليس كما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة من حكايات وروايات مبالغ في نقل أغلبها بل على العكس من ذلك فالجلسات يسودها الإحترام المتبادل وهذا ليس بمستغرب عن اليمنيين الذين يتسامون دوما فوق الجراح ويتعاملون عند الالتقاء بمسؤولية عالية ويتصرفون دوما ككبار نحن اليوم نتشاور حول مصير وطن وشعب فإما أن نحافظ على ما تبقى منه أو نكون سببا في دمار البقية الباقية منه يكفي هذا الوطن مرتكبه البعض منا من خطايا لن يغفرها التاريخ وستحاسبنا عليها الأجيال القادمة ويظل السؤال الأبرز هل سنكون بقدر المسؤولية وفي مستوى التحديات القائمة وسنتصرف كيمنيين تهمنا مصيحة الوطن قبل مصالحنا الخاصة وهل لازلنا نستحق أن نصف بأهل الإيمان والحكمة؟ هذا ما ستخبره عنا الأيام القادمة موقع الاشتراك نت هو الآخر ركز على العديد من العناوين ومن أبرزها استئناف مفاوضات السلام في الكويت والتوقيع على جدول الأعمال وفي موضوع آخر اشتراك تعز يدين الاعتداء على عمال وموظفي المستشفى الجمهوري بتاعز وذكر الموقع الميليشيا تستقطع ثلاثة مليار من مرتبات المعلمين ونعود إلى موضوع المشاورات وركز الموقع على تصريحات المبعوث الأممي إسماعيل ودي الشيخ وجاء في التفاصيل أكد المبعوث الأممي إسماعيل ودي الشيخ أن العمل في المشاورات سيستمر حسب الأجندة والمحاور المتفق عليها والمنبثقة من قرار مدية الأمن رقم 2216 وتأكيد المجموعة الدولية بضرورة نجاح مسار السلام وسير المشاورات في تنفيذ الأجندة عبر المحاور المتفق عليها وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة المشاورات لا يوجد هناك أي جدول زمني محدد لانتهاء المشاورات فالمشاورات ستأخذ من الوقت ما يكفي ولا نريد أن نرجع إلى اليمن إلا بالسلام مؤكد مؤكدا في الوقت ذاته على أن الوصول إلى السلام في اليمن لن يحصل إلا عبر المسار السياسي وأعرب ولد الشيخ عن ارتياحه للتقدم الملحوظ الذي وصلوا إليه في تثبيت الأعمال القتالية والهدوء النسبي الحالي للوضع الأمني في اليمن مدينا في الوقت ذاته الخروقات التي حصلت خاصة في تعز والجوف ونذهب إلى موقع يمن مونيتر ونستعرض فيه أهم الأخبار التي وردت في صفحتها الرئيسية الضغوط الدولية تدفع بالمشاورات اليمنية خطوة إلى الأمام وفي عنوان آخر وزير المياه والبيئة المياه من وسائل الحرب التي تستخدمها الميليشيا ضد السلطة الشرعية كما عنوان الموقع مؤسسة الاتصالات بطء خدمة الأنترنت ناتج عن خروج 50% من السعادة الدولية لخدمة الأنترنت لأسباب فنية من خارج اليمن وفي التفاصيل تناول الموقع ترحيب فرنسا بتحرير مدينة المكلة من تنظيم القاعدة ويقول الخبر أشهدت وزارة الخارجية الفرنسية باستعادة السلطات اليمنية السيطرة على مدينة المكلة بمساندة التحالف العربي نتيجة الهجوم الذي تم شنه على جماعات القاعدة الأرهابية في الثالث والعشرين من إبريل في محافظة حضرموت شرق اليمن وقالت في بيان لها أن هذه العملية التي كللت بصد التوسع الأرهابي في المنطقة عملية ناجحة مما سيتيح للسلطات اليمنية الشرعية إعادة تأكيد سيادتها على الإقليم إلى ذلك ذكرت فرنسا بأهمية تسوية الأزمة في اليمن بالسبل السياسية وأعربت مجدداً عن دعمها للجهود التي يبدلها المبعوث الخاص للأمينة العام الأمم المتحدة في المفاوضات الجارية في الكويت ونتحول إلى موقع نيوز يمن الإخبار ونقرأ في عنوينه الرئيسية وساطة كويتية تستانف المحادثات اليمنية ميدانياً مسلح الحوثي وقوات صالح يختطفون أربع مدرسين ونبقى في تعز أيضاً ركز الموقع على تفاصيل المواجهات الأخيرة صد رجال المقاومة والجيش الوطني محاولة تسلل الحوثيين إلى موقع المقاومة في ثعبات شرق المدينة وفي حي الزنوج شمال المدينة مصحوباً بقصف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في حين أصيب سبعة من رجال المقاومة والجيش الوطني جراء قصف الحوثيين لمواقع المقاومة والهجوم عليها في استمرار لخرق الهدنة فيما أصيب ستة من المدينين واثنين من الأطفال جراء القصف المستمر على الأحياء السكنية وذكر الموقع وتواصل جماعة الحوثي وقوات صالح قصفها لمواقع المقاومة والجيش الوطني في ثعبات ومقبرة حسنات ومنزل المخلوع والكمب والمحافظة وحي الدعوة والزهراء والصفاء وكلابة وعصيفر والزنوج وجبل جراء واللواء 35 يأتي هدى في ظل الحصار المتواصل الذي تفرضه جماعة الحوثي على المدينة من المداخل الشرقية والشمالية والغربية وتمنع دخول المواد الأساسية والدوائية والإغاثية والمشتقات النفطية ومياه الشرب والأكسجين نختم جولة الصحافة اليمنية من موقع الموقع وجاء فيه وزير حقوق الإنسان انقلاب وفد الإنقلابيين أمر متوقع ويوم غد سيتضح ما إذا كان هناك تراجع إلى جنوب البلاد انسحاب وحدات الجيش الوطني من بعض المناطق بأبيا والقاعدة تعزز صفوفها وفي موضوع آخر إب الميليشيا تختطف مريضا جوار زوجته في حبيش وتستحدث نقاطا في يريم واتهم الموقع بالتطورات الأمنية واهتم الموقع بالتطورات الأمنية التي تشهدها عدن بعد دوي ثلاث انفجارات فيها ويقول الخبر هزت ثلاث انفجارات عنيفة محيط منطقة معاشيق حيث القصر الرئاسي بمديرية كريتر بالعاصمة المؤقتة عدنة وقالت مصادر أمنية للموقع إن الانفجارات ناتجة عن قدائف مجهولة سقطت بمنطقة معاشيق ولم تسفر عن سقوط ضحايا أو أضرار وأضافت المصادر أن إحدى القدائف سقطت في البحر فيما سقطت قضيفتان بجبال معاشيق مسببة حالة من الذعر بين أوساط المواطنين القريبين من المنطقة وذكروا أن طائرات الأباتشي حلقت وبكثافة في أجواء المنطقة عقب سماع الانفجارات وتأتي هذه الانفجارات بعد 48 ساعة فقط من انفجارات مماثلة استهدفت مطار عدنة الدولي حيث تم استهداف المدرج بقدائف عسكرية مجهولة المصدر مشاهدين نذهب إلى فاصل قصير ونعود لاستعراض أبرز ما جاء في الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم مستمرنا معكم في كشك الصحافة ونصحبكم في جولة بين أهم مقالة الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم والبداية من صحيفة الشرق الأوسط والتي تابع تطورات المشاورات وعنوانات بوادر انفراج في مشاورات اليمن بعد تدخل أمير الكويت وفي ذات الموضوع عن عنوان آخر المبعوث الأممي لا مغادرة إلا باتفاق ولا سقف زمني للمحادثات وتقول الشرق الأوسط أسهم تدخل دولة الكويت ممثلة في أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في إنقاذ المشاورات اليمنية اليمنية التي تجري على أراضيها من الانهيار وذلك بعد مرور ستة أيام على انطلاقها برعاية أممية من دون الدخول في صلب المشاورات وتنقل الصحيفة قول المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن الوصول إلى السلام في اليمن لن يحدث إلا بحل سياسي وأن العمل في تثبيت وقف إطلاق النار يأخذ وقتا طويلا وجهدا كبيرا وأكد أن مجلس الأمن الدولي طالب بخطة زمنية لتطبيق القرار الأممي وأضاف ولد الشيخ في مؤتمر الصحفي في الكويت بدأت ألمس شيئا من الانفراج بعد الاتصالات التي جرت مشيرا إلى أنه لا يتوقع التوقيع على أي اتفاق في غضون الأيام المقبلة مؤكدا أن أي اتفاق سريع وعاجل لن يصمد وذكر أن النقاط الخمسة المحددة لجدول الأعمال سوف تبحث بشكل متزامن وتابع ولد الشيخ أن مشاورات السلام اليمنية في الكويت ليست محددة بوقت معين لأن القضايا سوف تأخذ وقتا كافيا مضيفا لا نريد أن نرجع إلى اليمن إلا بالسلام وسنأخذ الوقت الكافي إلى صحيفة العرب الجديد والتي تابعت المفاوضات بمادة تقريرية وقالت الصحيفة المحادثات اليمنية في الكويت فضح المستور على الطاولة وقالت الصحيفة يجلس وفد ضرفي الانقلاب اليمني على طاولة المشاورات في الكويت التي ترعاها الأمم المتحدة لمواجهة أسئلة محلية ودولية مغرقة في الواقع اللا أخلاقي واللا إنساني إذ يبرز السؤال الأصعب الذي يخنق الحوثيين وممثل الرئيس اليمني المخلوع صالح هذا السؤال حد قوله الصحيفة ماذا تريدون من مدينة تعز نحارب الدواعش والتكفيرين سقطت هذه الإجابة المخزية هذا الأسبوع حين سقطت محافظتا حضر موت وأبين من أياد الدواعش أولئك الذين ذبحوا عشرات الجنود وعدموا المواطنين وسحلوهم ونكلوا بهم طوال الأعوام الأخيرة وتضيف الصحيفة وجد الحوثيون أنفسهم أمام مأزق سياسي وأخلاقي متعلق بأسلة الداخل والخارج معتبرين أن ما يدور في حضر موت مجرد تدمير للبنية التحتية في حين كان الخطاب ما قبل سقوط هذه المحافظة السعودية ودول التحالف سلمت حضر موت وأبين وشبوى لتنظيم القاعدة خطوات يصفها كثيرون بالمجنونة تلك التي كشفت أخطاء الحوثيون أمام المجتمع المحلي أولا وذلك من خلال تبادل سجناء متهمين بجرام عدة لأعضاف جماعة أنصار الشريعة مقربة من القاعدة مع أسرى حرب حوثيين سجناء أنصار الشريعة كانوا قد اعتقلوا قبل سقوط العاصمة صنعاء بيد الحوثيين عام 2014 ببضع سنوات لكن طريقة الحوثيين في إدارة الصراع أنستهم الذرايع التي ضمنوا من خلالها بعض التعاطف الخارجي الذي بني على تقارير ناشطيهم في أروقة منظمات الغرب الحقوقية الدكتاتور يناهض التخيل كيف تصبح الرداء منبة للبشعة تحت هذا العلوان كتب الرواي المعروف واسين الأعرج مقاله في صحيفة القدس العربي وقال واسين الأعرج قل لي كيف تتعامل مع الإبداع أقول لك من أنت يشكل عنصر الحرية ركيزة أساسية في أي فعل إنساني وفني على وجه الخصوص ليست الحرية كمالا من كماليات الحياة ولكنها ضرورة وعينها العنصر الحيوي المصاحب لكل فعل إبداعي وعلى الرغم من التجريد تظل الحرية فعلا يتجسد عندما يمنع الدكتاتور الإنسان من حقه في أن يكون حرا ما الذي يجعل حرية الإبداع خطرا على الدكتاتور حتى يحولها إلى أهم عدو له؟ لماذا كل هذه الدرجة من العداوة تجاه الفنون والآداب؟ لماذا يرى الدكتاتور في التخيل خطرا على وجوده؟ لا يحتاج الأمر إلى كبير تفكير لإدراك أن التخيل حرية والحرية عدو أساس له لأنها تخرج عن هيمنته وسلطانه سلطة الدكتاتور يريدها مطلقة أي الدفع بها نحو أقاصيها محاطة برضاه وضوابطه خسرت الدكتاتوريات العالمية والعربية أيضا رهاناتها القمعية لأنها في النهاية أخفقت أمام تخيل تعدى الأزمنة والإمكنة والخوف فقط صورها في تخيله فضح ميكانيزيماتها وصف جبنها وبؤسها تتبع هزائمها السرية أمام سلطان الفن الحر أدرك المبدعون في وقت مبكر أن نفس الحرية الإنسانية لا يموت مهما كانت قصة الظرفية لكنه يتخفى داخل التخيل لأنه المساحة الوحيدة التي لا يلمسها الظلام أبدا عندما تبدأ أمة من الأمم في التحلل تموت عبقريتها الفنية ويتسطح متخيلها فيصبح مجرد صدى لسلطان القوة العالم الجاف عالم الموت والنهايات هو عالم الدكتاتور بامتياز الرداءة التي يلبسها أو يتماهى فيها هي منبة البشاعة التي تستمر فيه حتى تلاشيه إلى صحيفة الرأي الكويتية والتي نقلت عن مصادر يمنية مشاركة في المفاوضات أن اتفاقا تم بين مختلف الأطراف على إنجاز سلة متكاملة تشكل أرضية للتقدم إلى الأمام وأوضحت المصادر أن مظلة الغطاء الإقليمي الدولي خارج المفاوضات من العناية المركزة تتسع حتى يمكن القول إن مفاوضات أخرى دولية قائمة غير التي تجري في الكويت تواكب كل تفاصيل تقوم بها الدول الخمسة الكبرى إضافة إلى دول إقليمية مؤثرة وأعطت المصادر أمثلة عدلة على ذلك الدور السعودي الكبير الذي بذل لإقناع وفدة شرعية بتجاوز عقدة الإصرار على مناقشة جدول الأعمال بالترتيبة السلسلي وبالدور الأمريكي في إقناع إيران بأن المفاوضات اليمنية في الكويت فرصة لإثبات حسن نيتكم وترجمة لعناوين سياستكم الخارجية المعلنة وذكرت المصادر أن الحديث يسير الآن في اتجاه الإنجاز المتوازن مشيرة إلى أن موضوع الحكومة الإتلافية قد يتأخر بعض الشيء وأن الأولوية هي لوقف النار وتسليم الأسلحة الثقيلة وفسرة المصادر ذلك بأن الأولوية ستعطى في المحادثات لتشكيل لجان أمنية مشتركة بقيادة يمنية يثق بها الطرفان ومواكبة مراقبين من الأمم المتحدة تتولى تثبيت الهدنة والحد من الخروقات والإشراف على تسليم الأسلحة والانسحابات بالتوازي مع تقديم المسار السياسي المتمثل في عادة تكوين السلطة التوافقية التي ستعيد بناء الدولة من دون إلغاء لأحد وبمشاركة الجميع إلى صحيفة البيانة الإماراتية والتي تتابع الهجمات التي تتعرض لها مدينة تعز والخروقات التي ترتكف فيها وعنوانة الصحيفة الميليشيا تمتر تعز بأعنف قصف منذ الهدنة وتقول الصحيفة شهدت مدينة تعز قصفا من قبل ميليشيا الحوثي وصالح وهو الأعنف منذ بدء الهدنة حيث استهدفت الأحياء السكنية والمواقع العسكرية ما أسفر عن سقوط جرحة وتضيف الصحيفة وفي تحدي واضح لقرارة مدينة الأمن قصف ميليشيا الحوثي والمخلوع أحياء مدينة تعز مستخدمة الدبابات ومضادات الطيران ومدافع الهاوزر والهاون والأسلحة المتوسطة وقالت مصادر محلية للبيان إن سيارات الإسعاف شهدت وهي تهرع إلى حي الشماسي شرق المدينة لنقل المصابين من المدنيين نتيجة القصف العشوائي من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع وقال مصدر طبي إن ستة جرحة وصلوا إلى طوارئ مستشفى الثورة بينهم طفلان ونساء وحالات خطرة بعد قصف حي الثورة إلى صحيفة الحياة اللندنية والتي تابعت موضوع الحرب على الإرهاب والتي تشهدها عدد من المناطق اليمنية وقالة الحياة أحكمت قوات الجيش الوطني اليمني وقوات التحالف السيطرة على كل مدن ومناطق ساحل بحافظة حضر موت بعد العملية الخاطفة التي أدت إلى استعادة مدينة المكلة عاصمة المحافظة من تنظيم القاعدة بما فيها المقارة العسكرية والحكومية وميناء المدينة ومطارها وعليمت الحياة من مصادر محلية أن القوات الحكومية انتشرت في مناطق الشحر وغير البوزير والريدة الشرخية في وقت دعت السلطات موظفي الدولة للعودة إلى أعمالهم كما أقرت فرض حضر تجوال بالدرجات النارية ليلاً خشية العمليات الانتحارية لمسلحي القاعدة إلى ذلك قالت مصادر عسكرية وأمنية أن قوات الجيش التابعة لللواء المدرع 37 في المنظمة في المنطقة العسكرية الأولى المرابطة في منطقة وادي حضر موت اشتباكات مع مسلحيين من التنظيم في منطقتين وادي السر والعقاب ما أدى إلى مقتل عدد من المسلحين وجرح خمسة جنود داعش بداية النهاية تحت هذا العنوان كتب الباحث المختص بشؤون الجماعات المتطرفة رونين برغمان مقاله المنشور في أكثر من صحيفة بينها صحيفة الغد وقال الكاتب لقد ظهر داعش فجأة وكأنه من اللامكان احتل أجزاء وأسعة مليئة بالنفط في الشرق الأوسط ووضع نفسه في منصب الشيطان الدوري ومثل الهنيين الفضيعين في حينه فإن الرجال داعش هم أيضاً يحرقون بخليط مفزع من النار والدم كل أرض ينجحون في وضع قدم فضة فيها وبربرية داعش يمكن أن نشبهها بأحد فصول ألعاب الكرسي بمعنى أن كل شيء جاهز بما في ذلك أعمال الذبح الأكثر وحشية طالما تخدم الهدف العظيم المزيد فالمزيد من السيطرة والقوة غير أن داعش ارتكب خطأين حريجين وجعل نفسه العدو المركزي للغرب الخطأ الأول كان ذبح اليزيديين والذي نزلت التقارير الباعثة على الصدمة عنه إلى طاولة مجلس الأمن وأحدث عاصفة كبرى والخطأ الثاني كان وما يزال قطع الرؤوس المغطى إعلاميا ما لم يفعله قتل مئتي ألف نسمة على أيدي الجيش السوري فعله صوت جون الذابح وسكينه الصدق فتجند الغرب للتدخل العسكري إن حقيقة أن داعش بالذات منظم في قوات النظامية إلى هذا الحد أو ذاك يجعله أكثر قابلية للإصابة في المواجهة الجبهوية أمام القوة العسكرية الأمريكية لا ينبغي للمعطيات أن تكون مفاجئة فالحديث يدور في نهاية المطاف عن أصبة من الهواه ذوي خبرات عسكرية محدودة قدرتهم على استخدام السلاح المتطور أو سلاح الدمار الشامل حتى لو وقع في أيديهم صغيرة جداً لقد نمى داعش إلى أكثر مما تستطيعه قدرته في السيطرة على المقدرات في تجربة إدارة القوى البشرية وفي القدرة على حيازة أرض إقليمية كبيرة جداً أقدر أنه في غضون وقت غير طويل على نحو خاص سيتفكك داعش إلى عصابات أصغر هي أيضاً خطيرة بحد ذاتها ولكن ليس بمثابة تهديد على السلام العالمي مجموعة من رسوم الكاركاتير نختم بها حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة نترككم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر